السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحباء في قناة وصفات لكم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب اليوم جئتكم بوصفة مشهورة ومعروفة هي وصفة للزيادة في الوزن والتسمين السريع كذلك فهي وصفة غنية عن التعريف لأن يتواجد بها مكون يعطي نتائج مبهرة وبشهادة الجميع فبالنسبة لهذه الوصفة التي سوف أشاركها معكم فهي بسيطة جدا جدا سوف نحتاج فيها كيفما تشاهدون هنا إلى مكون السمسم أنا هنا قمت بتحميس السمسم وكذلك سوف نحتاج إلى الحليب المجفف أو ما يسمى كذلك بحليب بودرة يمكنكم أيضا إن لم تتوفروا على الحليب بودرة استعمال حليب لكامل تسم وعلى سبيل الذكر فهذه الوصفة يمكنكم إعطاؤها كذلك حتى بالنسبة للأطفال الصغار أما بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة فهي سهلة من أسهل ما يكون فهنا كيفما قلت قمت هنا بتحميس السمسم نقوم بأخذ مقدار ملعقتين كبيرتين من السمسم المحمص ثم نقوم بطحنها في مطحنة كبيرة للحصول على مطحون ناعم ورطب بهذا الشكل كما تلاحظون أنا هنا قمت بتحميسه وطحنه ثم نضيف إليه كذلك مقدار ملعقتين كبيرتين أيضا من الحليب المجفف ثم نضيف إليهم كذلك مقدار كوب من الماء ونضع الكل في خلات كهربائي هنا يمكنكم أيضا إضافة المكسرات أو موزة لهذا الخليط أيضا التمر وإن كنتم لا تتوفرون على هذه المكونات فقط اكتفوا بالسمسم والحليب المجفف فهما كافيان للحصول على وزن مثالي هذه الوصفة كما قلت تأخذ على شكل مشروب بهذا الشكل وتأخذ ثلاث مرات بعد الوجبات مباشرة أي ثلاث مرات في اليوم فهنا بعد النساء سوف يلاحظنا النتيجة منذ الأسبوع الأول فكيفما تعلمون ففوائد السمسم والحليب المجفف فهي غنية عن التعريف فهذه الوصفة تعطف عالية في الزيادة في الوزن والتسمين بطريقة سريعة جدا أما طريقة تحضيرها كما رأيتم فهي سهلة فقط ثلاث ملاعق من مطحون السمسم وملعقتين من الحليب المجفف مع كأس كبير من الماء ونطحن الكل في خلات كهربائي ويشرب المشروب ثلاث مرات في اليوم أي ثلاث مرات وراء كل وجبة فهذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل وأتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم وشكرا لكم على حسن المتابعة أنتظروا كذلك آراءكم وتعليقاتكم وأيضا دعمكم لي وذلك بالاشتراك في القناة لا تنسوا أحبائي كذلك أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر